موثيق دولية تنظم العملية تونجي ونرجعو له خطر وراجع عن بعد نحب تفسر لنا أستاذ أحمد الغربي الفرق بين الأسير والرهينة يعني حتى بين الأعلام العربي والأعلام الغربي ووسائل أعلام كل حد كل يجود بما عنده اللي يقول أسرى وليقول رهيئن وليقول سيحاسبون وليقول لا ما يتحاسبوش عليها لكن هنا هالقانون القانون الحرب هذا اليوم كيفاش النجم يوصف اللي صاير في القطاع طيب أحنا الإشكال سماح ومن أصدر هذا القانون أستاذ أحمد غربي وعندما أعطنا القانون الحرب هذي بعم أحنا القانون الدولي الإنساني عنده برشة مصادر وعنده برشة تفرعات عنا اتفاقيات جينيف عنا بروتوكولات معناتها الاتفاقيات متع جينيف القانون هذا الكل هو قانون نظم عدة أمور منها أنه حتى كي تصير حرب يجب أن يكون هناك شرف في الحرب هي حرب وحرب دامية وهذا يضرب في ذاك لكن يجب أن يكون هناك شرف وقت الجندي يكون في ساحة القتال لا يعتدي على أطفال ولا هناك وحشية للنساء ولا يدمر المنازل ولا يدمر كذا هذه المواثيق الدولية وكلها نظمها القانون والبروتوكولات واتفاقيات جينيف ومحكمة جينائية الدولية وقانون روما المحكمة الجينائية الدولية متع عام 98 لكن اليوم ما نراه يخلينا ناقفوا شوي لأنه لا أحد ينكر ولا أحد ينجم يغمض عينيه على أن ما يحصل في غزة اليوم هو إبادة جماعية بأتم معنى الكلمة هو حرب ضد الإنسانية هو جرائم حرب يعني كل ما يحصل الآن في غزة هو تطبيق حرفي لقانون روما 98 اللي تخلقت به محكمة الجينائية الدولية لكن السؤال المطروح لماذا لا يقع التطرق إلى هذه الجرائم في محكمة الجينائية الدولية وانا اليوم ناقف لأنه نقول هذه المحكمة الجينائية الدولية اللي هي بداية فلسطين وضعت ملفا في هذه المحكمة قصد قبولها كدولة من 2014 تم قبولها في نظام محكمة الجينائية الدولية في 2015 وبقينا ننتظروا حتى يتحل التحقيق إلى سنة 2021 في سنة 2021 تصور سماح ستة سنين باش نحلوا التحقيق مزلنا ما وصلناش الجرائم هذي رواه ستة سنين مشيت حل التحقيق في محكمة الجينائية الدولية فيما يتعلقوا بجرائم الكيان المحتل من 2014 لليون بينما وقت اللي فم إرادة أنه فلاديمير بوتين اللي هو رئيس دولة دائمة في مجلس الأمن يتم محاكمته على جرائم في أوكرانيا يصدر في حقه مذكرة توقيف في فيفري اللي الماضي 2023 في جمعتين بعد أسبوعين من يبدأ الحرب يعني اليوم تتساءل هل أن هذا القانون الدولي يطبق على الجميع أو لا الأكثر من هذا اليوم يأتي المدعي العام للمحكمة الجينائية الدولية يبدو لي في 23 سبتمبر تقريبا هذا المدعي العام يأتي إلى معبر رفح ثم لا يمكنه كريم خان لا يمكنه أن يدخل إلى المحكمة الجينائية لا يدخل إلى إسرائيل ثم بقدرة قادر سامح في 3 ديسمبر يعلن عبر حسابه في تويتر أنه ذهب إلى إسرائيل وأوضح عبر منصة X أن الزيارة ليست ذات طبيعة تحقيقية لكنها تمثل فرصة مهمة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا اللي هما أنهم الضحايا ذوما ضحايا حسب كلامه هو ضحايا 7 أكتوبر عندما دخلت المقاومة حماس إلى إسرائيل يعني بالنسبة له هو لحظة لحظة المدعي العام لمحكمة الجينيات الدولية كريم خان اللي يستنينا وننتظره منذ شهرين حتى يقول على الأقل كلمة حق فيما يحصل في قطاع غزة دخل لإسرائيل وبالنسبة له التحقيق اللي يجب أن يفتح هو في ضحايا 7 أكتوبر من الكيين المحتل هو في 3 ديسمبر أي زار المدعي العام كريم خان المدعي العام من محكمة الجينيات الدولية إسرائيل ورام الله وأعلنت المحكمة المحكمة بيدا أعلنت أن المدعي العام كريم خان خان توجه إلى إسرائيل بناء على طلب ودعوه من ناجين وعائلات قتل هجوم السابع من أكتوبر وأوضحت المحكمة عبر منصة إكس أن زيارة لسة ذات طبيعة تحقية لكنها تمثل مواساة مشاي يوصي فيه مشاي يحكي معاه مشاي يشوف فيه مشين يحوالهم هذا صار في 3 ديسمبر وأنتي اليوم سامح تتحدثين على المحكمة الجينيات الدولية في المحكمة الجينيات الدولية حتى تمويلها مين جايه هو فما تمويل هي المحكمة الجينيات الدولية فيها 123 دولة خلنا خمسة دول عربية تقريبا منهم تونس نضمت في 2011 الدولة هذه مصادر معناها تمويلها مين هو مصادر إجبارية جي من الدول المنخرطة ومصادر جيها من الهيبات تتعلل بعض الأحيان المحكمة الجينيات الدولية والمدعي العام بأنه ما فهماش إمكانيات بشي عمله تحقيق على العين وقت اللي نحن الغريب والعجيب أنه فم حاجات لا تتطلب ولا تحقيقا ولا غير ذلك التلفز والفيسبوك والتويتر والإنستجرام واللي تحب بنتي لكل معنتها تكتب في الجرائم الإسرائية بالحرف الواحد توثقها صوتا وصورة اليوم مصادر امتاحها هذه المحكمة منين مصادر هذه المحكمة أغلبية من الدول الغربية وإحنا اليوم عرفنا بداية الدول الغربية كيف تدعم الكيين المحتل بدأ شوية تغيير طيب اليوم بضغط شعوبها كما فرنسا وألمانيا بدأت تغير من مواقفها لكن بطبيعة الحال الدول هذه تمول والذي أمول هو الذي يتحكم في القرار الدولي ويتحكم كذلك في المحكمة الجنائية الدولية واضح يعني اليوم أنت تقول لا تنتظر شيئا لا من محكمة الجنائية الدولية ولا من القانون الدولي ولا من أي بند موجود في مهما كان كونفنسيون تحقق الإنسان هو سماح في هذا قل لي تقول لا تنتظروا ولا نجل لا أنتظروا لا أنتظروا المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تحاكم كان الأفارقة وتحاكم كان الدول الفقيرة وحتى في القضايا اللي فتحتهم معناها قضايا إفريقية معناها القضايا اللي اللي تجرأت فاتو بن سودا مثلا اللي هي المدعي العامة السابقة لقبل كريم خاء تجرأت لأنه كثرة الانتقادات وحتى حفظا لماء الوجه جيت فاتو بن سودا وحبت تحل شوية قضايا كما قضية فلسطينية في 2021 وجرائم الأمريكية ضد أفغانستين وقضية مينمار ضد روهينغ اش صار لها ما اسسمها المدعي العامة السابقة فاتو بن سودا اللي صار لها كونها خذية عقوبات أمريكية منها منع التأشير لها هي وللفريق اللي حقق في الجرائم الأمريكية العسكرين الأمريكيين اللي صارت في أفغانستين في أبو غريب في سجن أبو غريب في أفغانستين وفي سجن أبو غريب تحدثت عن سجن أبو غريب وعلى الإخلالية اللي صارت من جيش الأمريكي ممنوع من الدخول الأمريكية جمدت أموالها وفريقها وجي وقتها في ترامب على لسان وزيرة خارجيته يقول أن هؤلاء لا يمكنهم الدخول والتمتع بالحرية الأمريكية معناها هو شوف التذرع معناها عندهم حرية هما معناها وقت لها فتحة بحث حفظا لماء الوجه لأن المحكمة كثرة الانتقادات محكمة هذه معناها كبار المجرمين ما يتحاسبوش وصغار المجرمين والدول الإفريقية لذلك فما برشا دول ما حابش تنخرط الدول العربية والدول العالم الثالث يقول كذي المحكمة ما نجموش نعترفو بها لأنها تكيلو بسياسة الميكيالين ما نجموش نعتبروها محكمة ما نجمو نقفو قدامها واضح بش نحكيه شوية اليوم على كيف يتعامل القانون الدولي مثلا مع المقاومة كيف تكون منظمة كما أو فصيل كما كتائب القسام أو حركة كما حركة حماس وكيف يكون التعامل دوليا مع هذه المنظمات وهذه الحركات لكن بش نبدأو في جزئية اللي هي الأسرة والرهائن أستاذ أحمد الغربي نقوله أسرة رهائن هل القانون الدولي اليوم يمكن أنه يتذرع بهذا كي يحاول محاسبة حماس أو حركة الجهاد بالنسبة لي سرايا القدس هو سماح سيشعر الفرق بين الأسير والرهيم فما أنت نرجع لك هو فما الأمر هذا رأى منظم قدك القوانين الدولية نظمت جميع الأمور وأنا اليوم عندي ساعات مشكلة في المفاهيم هي إسرائيل ماذا تستند تستند على الفصل 51 من مثاق الأمم المتحدة تقول أنا أدافع عن نفسي وهذا حق دفاع شرعي لكن إسرائيل بالمنطق ليس لها أي وجود في هذه المنطقة ما عندها حتى وجود في فلسطين هي دولة مستعمرة والأمر هذا رأى وفاق هي كيان مستعمر كيان مستعمر هو كيان مستعمر وهذا الأمر كيان محتل ولا مستعمر أستاذ هو كيان محتل لأنه فما فرق بين الاستعمار والاحتلال يقال أن الاستعمار هو نهب للثروات والاقتصادية والثقافية